مساءكم خير ومحبة أصدقائي تحياتي للجميع هذا هو الفيديو الثاني لهذا اليوم جمعت لكم مجموعة من الأخبار التي تهم سكان ألمانيا جزء كبير من الأخبار أو من الأنباء أو المواضيع رح نتكلم عليها بهذا الفيديو هي أمور تتعلق بالاقتصاد بواقعنا الاقتصادي وبالتضخم وباتهامات وبتعرية مشاريع وخطات حزب الخضر في ألمانيا حاليا الصحافة الألمانية مهتمة بهذا الأمر والتضخم والغلاء وزيادة أسعار المحروقات اللي خطط لفعلها حزب الخضر وعندنا مجموعة أخرى من الأنباء المهمة ظاهرة فلكية وكونية راح تصير في هذا الأسبوع لذلك تنويه وتحذير يعني في اليوم لازم ما ننظر به إلى الشمس أصدقائي أول موضوع رح نتكلم به هو تطبيق على الهواتف الذكية يبدو أنه سوف يصبح جزء من حياتنا بالمستقبل وسوف لن نستطيع الاستغناء عنه 28 مليون شخص في ألمانيا بالوقت الحالي يستعملون تطبيق يسمى كورونا وارن أبل أو وارن أب يعني تطبيق التحذير من كورونا 25 مليون شخص من ضمن 28 مليون ملتزمين جدا يعني بمعلومات وببيانات هذا التطبيق حسب آخر الأنباء فإن تحديث جديد قد تم إنزاله بهذا التطبيق سوف يعمل على إضافة خاصية بهذا التطبيق تمكن الأشخاص من خلاله يعني تمكن القاعدة البيانات من إدخال بيانات الأشخاص الملقحين وسيعمل ببداية شهر سبعة في ألمانيا كأول شهادة لقاح رسمية وأيضا ممكن أن تكون معترف بها في أوروبا يعني هذا التطبيق رح يتم تنزيل بيانات الأشخاص الملقحين من قبل الجهات الرسمية في هذا التطبيق فأنت يمكنك بهاتفك الجوال بس تفرجيهم أو ترويهم QR كود أو يعني شيء بتفاصيل عن معلوماتك نوع اللقاح وإلى آخره تاريخ اللقاح وتدخل للمطاعم والفنادق تسافر بدون حجر صحي بدون ما تعمل شنيل تسوي لآخره بالنسبة للأشخاص اللي ما عدهم جوالات حديثة أو سمارتفون يعني موجودين هاي الفئات كثير بالوقت الحالي لا تستهينون بالعبارة ولكن سوف يتمتعون أيضا بهوية اللقاح وسوف يحصرون على نسخة وراقية حجم A5 أو A4 يكون يعني في داخل هاي النسخة مكتوب معلومات عن الأشخاص أعمارهم نوع اللقاح وإلى آخره بالنسبة لللي يستعملون هذا التطبيق رح تكون أمورهم أسهل سواء كان QR كود أو هوية لقاح رقمية بشكل أو بآخر أو كان ورقة آفية أو A4 الأشخاص الملقحين بعد شهر سبعة يعني بنهاية شهر ستة بداية شهر سبعة رح يتم العمل بشهادة اللقاح على يعني بشكل عام في أوروبا الأشخاص الملقحين رح يتمتعهم المميزات الآتية يسافرون بحرية أكثر من الغير ملقحين يدخلون المطاعم والمحلات بدون فحص وبدون موعد ولا وجع راس وينامون بالفنادق بدون فحص وبدون موعد وبدون حجر صحي وبدون كل شيء أصدقاء الموضوع الآخر هو موضوع يعني سبب ضجنا وعن ما في ألمانيا الحكومة الألمانية تسحب إعلان باللغة العربية الحكومة كانت قد مولت ودعمت إعلان مقطع فيديو باللغة العربية يعني عن لقاحات كورونا أحد الأطباء كان يشرح به فوعد التلقيح ويدعو الناس للتلقيح فأحد الأطباء اللي شارك بهذه الحملة اللي قامت بها الحكومة الألمانية هناك بعض الإعلانات المدفوعة الثمن باللغة العربية يعني تطلع لنا بدون ما نختارها بالفيسبوك وبتطبيقات أخرى فأحد الأطباء المشاركين بهذا الإعلان اعتبر معادل السامية كيف تم اعتبار معادل السامية وكيف ولماذا الحكومة الألمانية عملت معها إعلان بعد أن تم نشر الإعلان قام موقع بلد شبكة بلد الإخبارية واسعة الانتشار بعمل عمليات تقصي وبحث حول الإعلان كله وحول الأشخاص المشاركين بالإعلان ووجدوا أن الطبيب المشارك بالإعلان كان قد شارك على حسابه على فيسبوك منشور يعني هو شارك سوى شير إلى أحد المشورات مو هو اللي كتب أحد المشورات وهذا الشير أو المشاركة اللي عملها هذا الطبيب تتضمن خطاب كراهية ضد اليهود ومن ضمن هذه خطابات الكراهية عبارات حسب المواقع الإعلامية الألمانية عبارات مثل طرد اليهود من الشرق الأوسط وإلى آخره من ناحية أخرى هذا الأمر يعتبر فضيحة وصدمة الحكومة الألمانية كيف يعني تتعامل مع طبيب وهذا الطبيب عليه هذه التهمة فالمتحدث باسم الحكومة الألمانية عرب عن أسفه وقال لم نكن نعلم بموضوع الطبيب بأنه هو يعتبر معادل السامية الإعلام الألماني وصف بأنه هو معادل السامية والإعلام الألماني أيضا يعني موقع بلد الإخباري واسع الانتشار شبكة بلد الإخبارية هي من عملة البحث وهي من جعلت هذا الإعلام يعني هذا الإعلان أنه ينتهي من قبل الحكومة الألمانية هو إعلان باللغة العربية نجي الموضوع الآخر اعتقال شرطة متطرفين من الأحزاب اليمينية المسيحية المتشددة الشرطة الألمانية تخترق مجموعات دردشة شارك بها ضباط شرطة وهذه المجموعات شاركت منشورات يمينية متطرفة يعني أشخاص شرطة ضباط مشتركين في غروب لم يتمللون هذا الغروب على الواتساب على الفيسبوك هذا الغروب يتناولون بمنشورات أو رسائل أو تعليقات يمينية متطرفة رجال الشرطة الذين تم اعتقالهم عددهم 11 شخص السبب هو ميولهم اليمينية المتشددة عمارهم من 29 إلى 54 عام متهمي بمشاركة رموز نازية وعبارات كراهية للفئات الأخرى والأديان في ألمانيا يعني للأشياء المتنوعة ولذلك تم اعتقالهم بالوقت الحالي ويجري التحقيق معهم بهذه التهمة اللي هي المشاركة بغروب هذا الغروب يتناولون به منشورات يعني مسيئة رموز نازية عبارات سيئة ومسيئة للأديان الأخرى وللفئات والعراق المتنوعة في ألمانيا الشرطة في ألمانيا تعتبر أن هؤلاء هم يعني خارجين عن السيطرة وغير منضبطين ولا يمثلون الشرطة اللي هي تخضع للدستور اللي يحمل جميع ولا يحرض على الكراهية ولا يقبل بإذاء أي فئة من فئات المجتمع سواء كانوا ألمان أم غير ألمان أصدقائي الموضوع الآخر موضوع مهم اقتصادي يتعلق بخطط للحكومة الألمانية تريد من خلالها أولا سحب النقود بشكل أكبر من فئات عديدة بالمجتمع ثانيا جعل الناس تعمل إلى أقصى حد ممكن من حياتهم طبعا يمكن بعضكم سمع بقانون التقاعد الجديد اللي لإئتلاف الحكومي الحاكم حزب ميالكولو شريكة البافاري بالإضافة إلى حزب أسويدي أقروا يعني قانون التقاعد اللي هو يعني قانون طوي العريض ولكن أهم ما جاء بي أنه سن التقاعد سوف يكون بعد 68 عام هذا الأمر انتقد سكان ألمانيا طبعا هذا القانون تم اللجوء إليه بسبب مشاكل اقتصادية ومشاكل مالية يعاني منها على وجه التحديد فئات يعني المتقاعدين وكبار السن في ألمانيا اللي هو يعني سبب اللجوء إلى هذا القانون هو قلة بالمستحقات وازدياد معدل أعمار السكان قلت النقود بصندوق التقاعد والسكان صاروا يعيشون أعمار طويلة في ألمانيا فتم إقرار قانون التقاعد بعمر 68 بسبب قلة الموارد وازدياد عمر السكان اللي صار أصدقائي شنو اللي صار الآن الجديد بالأمر وزير العمل الفيدرالي وزير العمل الألماني الفيدرالي يعني مو وزير بولاية معينة لا وزير العمل الفيدرالي السيد هوربيرتوس هايل يريد ضم أصحاب المهن الحرة اللي هم يعني إجباري عليهم يدفعون تأمين صحي بسعر مضاعف إذا أنت تدفع 200-300 يورو بالشهر لأصحاب الأعمال الحرة يعني أي شخص عنده قفيربا يدفع 800 يورو بالشهر أو 900 يورو أو 700 يورو فقط شهرين للتأمين الصحي ويدفع ضرائب أخرى عديدة ومتنوعة ما أنزل الله بها من السلطان وزير العمل الفيدرالي يريد ضم هذه الفئة لأشخاص عندهم قفيربا سواء بيعون سيارات أو يصممون على الانترنت أو عندهم مطاعم محلات وإلى آخره يريد ضمهم بصندوق التقاعد يريد هوربيرتوس هايل جلب هؤلاء الفئات وجعلهم يدفعون مدفوعات شهرية تعتبر مستحقات صندوق التقاعد الحجة هي تحسين الحماية الاجتماعية للجميع حتى هذه اللحظة هذه الفئات يعني غير ملزمة بدفع يعني تأمين تقاعدي هناك موجة صخط عارمة على هذا القانون وعلى التحالف الحكومي الحاكم حزب ميلكل وشريكة بافاري وأس بي دي بسبب هذه القوانين وانتقادات شديدة لوزير العمل لأنه هذه القوانين أتت بوقت تعاني مننا ألمانيا بموجة ارتفاع الأسعار ويعني خسارة بالأعمال الحرة التجارة حاليا مو مثل التجارة قبل زمن الكورونا فهذه الأشياء كلها جعلت الانتقادات تنصب باتجاه التحالف الحكومي الحاصل اللي بدأت شعبية تزداد بسبب حزب الخضور اللي عنده قوانين جزء من عندها هي رفع أسعار كل شيء بالحياة وهذا موضوعنا الآتي حزب الخضور يريد زيادة الثمن كل شيء هذه العبارة أو تم انتقاد الحزب وتم وصفة بهذه العبارة بأنه يريد جعل كل شيء بغلاء وتقرير صحفي اقتصادي تم نشرة بخصوص حزب الخضور والتغييرات اللي يريد يعملها بالحياة بألمانيا وكيف سوف تجعل الحياة سيئة حسب ما جاء بالتقرير من الصحافة الألمانية كل شيء يزداد تكلفة بالوقت الحالي فعلا لجهزة الكهربائية السيارات سلع البلاستيكية المواد الخام في ألمانيا يعاني الناس من انخفاض ملحوظ في قيمة الأموال يعني عندك مئة يورا بالوقت الحالي تشتري بها كمية شرائية معينة قبل سنتين كانت تشتري بها إشياء أكثر أكثر بزيادة 25% تقريبا أو يعني أحيانا أقل أو أكثر بقليل الصحافة الألمانية تتكلم عن حزب الخضور بأنه يحاول زيادة الطيم بلة في ألمانيا وأحداثها سوف تجعل المعيشة بألمانيا مكلفة جدا جدا بسبب زيادة سعار حماية المناخ ضراب حماية المناخ والطاقة 80% من خبراء المال وكبار المستثمرين في ألمانيا لديهم الآن توقعات بخصوص عودة التضخم الذي كان ملحوظا للجميع ويعتقدون خبراء المال في ألمانيا أن حزب الخضور بالوقت الحالي رغم خطط الإيجابية للمناخ فإنه غير مناسب لأن لو لم يكن هناك ضرائب مناخ وضرائب على أكسيد الكاربون فإن الغلاء في كل أحوال سوف يأتي ولكن تأثير حزب الخضور سوف يجعل الأمور أكثر لا تطاق عن ما لو لا يوجد حزب الخضور على سبيل المثال يعتقد الخبراء أن التضخم بدأ ببداية هذا العام بأمريكا بنهاية 2020 على بداية 2021 بدأ التضخم بأمريكا بشكل بطيء وأمريكا دائما مرتبطة بأوروبا وانتقل التضخم إلى أوروبا بالوقت الحالي ولكن في أمريكا يعني حاليا بدأ التضخم بالهرولة يعني في إشارة إلى أن التضخم بدأ بالتسارع من نسبة 2.5% إلى 4.5% وأوروبا يعتقد أنه سوف تسلك نفس النهج أو نفس الطريق لأنها دائما تتبع أمريكا بالمسائل الاقتصادية وتم اعتبار أن أكبر محركات للأسعار في ألمانيا اللي تجعل الإنسان يحس بأنه التضخم فعلا موجود ويزداد ويزداد والعملة تقل قيمتها هي يعني ارتفاع أسعار المواد الخام اللي لا مهرب منها البلاستيك والخشب كلها أسعارها مضاعفة الخشب الضاعف سعره 100% عن قبل عام والبنزين والوقود بصورة عامة ووقود التدفئة بالمنازل اللي نستعملها بتدفئة الهايدسونج هذا يعني إزداد سعره وهناك خطط أكثر لزيادة سعره أكثر بالمستقبل وهذا الأمر يعني يجعل حزب الخضر حاليا تحت التركيز بسبب أمور الغلاء وقد نشهد بالفترات القادمة يعني حملات إعلامية كبيرة تنتقد هذا الأداء ويعني ربما يفقد حزب الخضر بعض شعبيتا نثن ما شهدنا باستطلاعات الرأي الأخيرة أصدقاء باختصار ننتقل للموضوع الأخير انتباه لا تنظروا للشمس يوم الخميس القادم لأنه لأول مرة منذ ستة سنوات سوف يحصل كسوف جزئي في ألمانيا للشمس وسوف يستمر لمدة ساعتين سوف يبدأ الكسوف بشكل كبير في شمال شرق كندا وسوف يعبر إلى النصف الكرة الأرضية الآخر وسوف ينتهي بسيبيريا ألمانيا تقريبا صايرة بالنصف في ألمانيا سوف يكون الكسوف الكلي ملحوظ في يوم الخميس القادم بين الساعة 12.20 إلى 12.40 دقيقة حسب جمعية أصدقاء النجوم ستار فرينز يوم الخميس من المتوقع أن يحصل ظلام في منتصف النهار في بعض الأماكن في ألمانيا ويزداد كلما اتجهنا باتجاه الشمال علماء الفلك يحذرون من مراقبة الشمس بدون نظارات خاصة حتى لو كان الكسوف جزئي والنظر المباشر للشمس قد يسبب يعني اسم الله عليكم قد يسبب العمى أو يسبب أضرار كبيرة بالشبكية وهنا راح أشرح لكم عن الأماكن اللي راح يحصل بها الكسوف بالنسبة المئوية منشين 6% نورنبيرغ 9% فرانكفورت 11% هانوفر 15% كل مدى نصعد يزيد هامبورغ 17% كل 19% وفي منطقة اسمها زيلت أو سيلت سوف يكون النسبة 21% أصدقائي لي هنا وصلنا لنهاية الفيديو إن شاء الله تكونوا استفاديتوا تحياتي لكم ربي يحفظكم لالتقي في فيديو آخر قريبا مع السلامة